بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء يوم الحد عندنا دايماً بنتكلم فيه على أمور صحيح ساعات بتبقى بتسبب بعض المشاكل في البيوت بس احنا لازم نتكلم عنها نتكلم عنها بدري ونتكلم عنها كمان لو كانت موجودة في بيوتنا عشان نقدر نخرج من التوافق إلى السعادة نرتقي من التوافق إلى الرضا إلى السعادة النهاردة نتكلم على حاجة بيسألوا عنها سواء كانوا قبل الجواز أو بعد الجواز بس احنا بنتكلم دايماً واحنا بنتكلم عن المجاوزين في حلقات يوم الحد عشان بعض الحاجات اللي بتبقى موجودة اللي هي قد تسبب مشاكل وازاي نتعامل معها بحكمة وكمان بمهارة النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة صحيح ما بتحصلش لكل الناس بتصبح مهمة لأنها موجودة وهتبقى موجودة في حياتنا بشكل كبير في الفترة اللي جاي ماذا لو كان فيه فارق سن ما بين الزوجين؟ فارق السن ما بين الزوجين لما بيكون كبير بيكون سبب لوجود بعض التحديات في الزواج بنقول بعض التحديات هو وهل التخصص في الدراسات الاجتماعية وإحنا عندنا في الإرشاد الزواجي خبرتنا بتقول لنا أني الفارق المناسب ما بين الزوجين من الأفضل ما يزيدش عن سبع سن بكتير وقوي يوصل لعشرة سنة عشان ما يكونش الاتنين من جليل مختلفين لكن لازم نفهم أني فارق السن ده معامل المعاملات اللي بتتدخل كتير في حياتنا الزوجية فإذا كانوا من جليل مختلفين بيبقى فيه تحدي في فهم بعضهم لكن لو كان السن أقل من ذلك بيبقوا أقرب لأنهما يقدروا يتفهموا وتشاركوا كمان سوا بعض الحالات بعض الحالات ممكن تتجاوز بفارق سن كبير لأن ده بيكون حسب الشخصيات لو فيه نطج ونوع من أنواع تحمل المسئولية والتوافق فكلين لما سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا جابر فسألوا هلأ بكرا تزوجت ولما سألوا قالوا أنه تزوج امرأ سيد ما كانتش صغيرة أوي فقالوا هلأ بكرا تزوجت قال يا رسول الله أندي أربعة من الفتيات أندو أخوات عايز يجبعهم ويرعيهم ويحضنهم وكمان يرعي مسئولياتهم وعشان كده قد يكون الغرض من الزواج برفع السن اتقيام ببعض المسئوليات فلذلك بعض الشخصيات ممكن يتجاوزوا من هم أكبر سنا حتى من السن اللي احنا قلناه وفي بعض الحالات بتكون دي بتكون هذه الشخصيات مش عندها تنافر وقدرة أن هي تعبر هذه المسألة الزمنية لكن لو ما كانتش ده الناس دولة الشخصيات دي مستعدة لده ممكن يبقى فيه تنافر وفيه فجوة زمنية فتبقى المتطلبات وطريقة التفكير ممكن تكون مؤثرة بشكل كبير لكن لو الشخصية دي نطجة ممكن يتجاوزوا التفكير المختلف وكمان الفجوة التي تتعلق بفرق السن بس في أوقات كثيرة بيكون عندنا واضح أن عامل السن بيكون سبب رئيسي من أسباب المشكلات حد يجي يقول لي طيب عن أعمل إيه بقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان فرق السن بينه وبين السيدة عائشة كبير أنا وعدتكم في حلقة من الحلقات عن التكلم على أن زيجات حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الدليل لكل واحد فينا لكل نوع من أنواع الزواج لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شخص زوج فقط بل كان صاحب التشريع زي ما بيسميه الإمام الشفعي حضرت النبي صاحب التشريع بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فكان بيبين لنا أن كل ده ممكن وإزاي نقدر نعيش مع ده وإزايك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا النموذج الأمثل لكيفية التعامل مع فارق السن لما عاش مع السيدة عائشة رضي الله عنها وعاش معها اهتمامتها فكان بيخليها تشاهد لعب الأحباش وكان صلى الله عليه وسلم كمان يتسابق معها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فقدم لنا نموذج إزاي يمكن أن نتجاوز هذا الفارق السن ولأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اهتمامات السيدة عائشة وزي ما قلنا خلها تشاهد لعب الأحباش وتسابقه صلى الله عليه وسلم مرة واثنين واضح أن دي كانت عادة مكررة مع حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سواء في أول الجواز أو في وسط الجواز أو حتى في أواخر بقائه صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله يبقى الإدارة ده هي دي الفارق وعشان كده فيه واجبات بتكون على الأصغر سنا مثلا لما يكون في حالة فارق السن الكبير بيبقى فيه واجبات من أهم الواجبات تجاه الزوج الأكبر سنا هو أن يكون دايما هو محتاج أنه يعيش في اهتمام في اهتمام الأصغر ويحتويه ولا يتأفف منه فالأصغر ممكن يكون عنده متطلبات مثلا ولكن هو في نفس الوقت لابد أنه يشعر الأكبر سنا بالاحترام والتأدير وأنه مهم جدا جدا في الحياة وكمان الأكبر سنا لازم يراعي متطلبات الأصغر سنا إذا كان هو محتاج للمرح محتاج للبس محتاج لمشاهدة بعض الأشياء محتاج لنوع معين من الطعام محتاج لترفيه فإن اللي حاصل فيتفهم شريك الحياة الأكبر سنا مطالب واحتياجات الأصغر سنا ودوة هيخليه مع التعاود يقدروا يفهمه مع بعض ويقدروا يتحاوره مع بعض بشكل كبير لكن مش هينفع أبدا أن الأصغر سنا يتمحور حول ذاته والتمحور حول الذات في الوقت ده بيبقى نوع من أنواع إفساد العلاقة بشكل كبير جدا لأن أي حد هيتمحور حول ذاته مع وجود هذا التهديد الفجوة هتزداد وهيبقى شريك الحياة والزوج أو الزوجة تشعر بالأنانية ومش بالضرورة يكون التمحور حول ذاته في شكل الأنانية لكن كمان ممكن يكون أن شريكه شريك الحياة ياخد شريك حياته ويخليه يعيش في أسلوب حياته هو ونمط حياته هو وإحنا بنحذر ده يعني حتى لما يكون بفرق سن كبير ما تخديش زوج الأكبر منك سنا وحتى لو كان السن ده ما تخدوش تعايشي في حياتك أنت لأنه بعد شوية هيحس أنه هو وكأنه إنسان تافه وبتزن نفسه ولا أنت تاخدها وتكبر عقلها وتخليها كبيرة العقل فتحس أن هي حسة بأن حياتها في عشر سنين وقعت منها من غير ما هي تعمل أي حاجة يبقى إحنا ليس معنا التمحور حول الزات فقط الأنية لكن التمحور حول الزات إننا أخذ شرك الحياة وحطه في نمط الحياة الأنسبلية إحنا لازم حياتنا مع بعض ده مولود جديد لازم نعمله مع بعض ولزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة إني اللي أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساخطة المقصود إيه؟ إن حادة النبي يقول لها أنا فهمك ففكرة إن احنا نفهم على بعض مسألة مهمة جدا جدا فكل واحد فينا لازم يكون فاهم التاني وكل واحد فينا يعطي بعض الصفات المهمة فالأصغر سنة أن يعطي الفعالية وحب الحياة والأكبر سنة أن يحط كمان نوع كبير جدا جدا من الحكمة والهدوء وهنا هيبقى كل واحد فينا بيضيف للتاني وبيحسس التاني إن هو قيمة إضافية بالنسبة له وعشان كده من الأشياء السيئة اللي ممكن تحصل في الحالة دي هو تقسيم البيت إن كل واحد ياخد حد من الأولاد أو ياخد ركن ويخلي حد في صفه ويميل لطريقته في التفكير فيبقى فيه فريق الحكماء فريق الكبار اللي هو مع الزوج اللي هو في الغالب بيبقى هو الأكبر سنة بيبقى الزوج الأكبر سنة دواتها يبقى ياخد فريق الحكماء وياخد طريقه ومنهجته فمثلا لما الستة تتجاوز صغيرة وتخلي في الأولاد تروح واخدها هي كمان مجموعة من الأولاد وتخلي البنت تايما قريبة منها على أساس إنها تلعب معها ويبقوا بنات مع بعض أصحاب ولطاف مع بعض وإن اللي حاصل وحاسين إن الأب بدوات الكبير في السن هو اللي جاي بيكبس على نفسه بس هو من دوات الولد بيبقى عجبه نمط والده الهادي فالولد في فترة المراهقة والتمرد ممكن يحس إنه محتاج الحكمة اللي شايفها في والده وهو محتاج النطج ومحتاج تنظيم تنظيم شخصيته وأفكاره فدايما يبص لوالدته إن هي إنسانة تفهة ومش حكيمة لأنه هو دايما بيبص إلى المربع وإلى الفريق اللي هو بنتمي إليه إحنا لازم ننتهي من ده لازم نتوقف عن ده إذا حصل إن كان فيه فرق سن ما بين الزوجين وبالنسبة لمسؤولة الشريك الحياة الأصغر سنن مع الشريك الأكبر سنن زي ما قلنا لازم يحسسه دايما إنه آه يبقى الحل إيه بقى بلاش فكرة الفريقين يبقى الفكرة فكرة إيه إن كل واحد يحس شريك حياته مع فرق السن ده بإنه قيمة إضافية في البيت إيه الأكبر سنن الأصغر سنن يحسسه بإنه هو مهم في الحياة وما يقدرش يعيش من غيره ويبقى الأصغر سنن الأكبر سنن يحسسه بإنه هو إنسان من غيره البيت يحس يصبح جسة هامدة هو اللي بيخلي البيت مرح هو اللي بيخلي البيت فيه سعادة هو اللي بيخلي البيت فيه أمل وهنا الزوج الأكبر سنن يقدم المشهورة وكمان الأصغر سنن يقدم مسألة التجريب ومسألة الخبرات الجديدة كده البيت يبقى مليان بالفعالية طب أحد المشكلات مشكلات الأكبر سنن هي مشكلة الخوف على فكرة من التخلي وعشان كده احنا قلنا أنه هو لازم يقدر ويحسس الأصغر سنن لازم يحسس الأكبر سنن قد إيه هو مهم في حياته لأنه هو مشكلته أنه هو المخاوف هو خايف أن الأصغر سنن يتخلى عنه يتخلى عنه ليه لما يكبر إيه اللي حاصل يروح لحد صغير في السن زيه يلف دماغها وتروح له وتميل إليه وتسيبه وتتخلى عنه وبيفكر في الأمر ده كأنه قضية حتمية كتير من الأزواج الأكبر سنن بيفكروا قضية حتمية وساعد يجيب لهم شك وساعد يجيب لهم شوية حاجات شوية مشاكل كده أن الزوجة لو شابة وفي فرق سن كبير بينها وبين زوجها فممكن أي شاب يجي ويدحك عليها لكن لما تكون بتقدره ولما تكون بتحترمه بتحسسه أنه فعلا بيدفلها قيمة الحكمة وقيمة الوعي في حياتها هو يحس بالأمان ولما بتكون الزوجة في موضع بس هو لازم كمان هو الكبير في السن يلاحظ حاجة مهمة جدا أن الزوجة لما تكون في موضع اتهام طول الوقت زوجها لما بيحسسها بكده هي ممكن إيه اللي حصل ممكن تحس أنه ما ينفعش كده هو بيعمل كده من ليه هي ممكن فعلا تميل لأي حد هيعمل لها إيه هيسبب لها شهور أن هي ممكن تميل لها إيه حد هذا فقد الثقة اللي فيها ده ممكن يخليها تملي الحياة منه وتحس أن الحياة كئيبة وتحس أن الحياة ثقيلة ولزيك ولابد أنه ينتنع عن هذا عن هذا الإشعار بالاتهام طول الوقت فلما بشوف حالة زي دي في الإرشاد الزواجي عندنا بنقول للزوج انت اخترت زوجتك دي عشان أخلاقها وعشان هي بنت ناس وبنت أسهول فما انفعش تضطع عليها وتعملها كأنها بنت مجردة من الأخلاق ولا مجردة من القيم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة والسيدة عائشة وكان في فرق السن كبير عدد من العقود من الزمان ومع ذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له من أحب الناس إلي قال عائشة ولما جيك قال لا تكلموني عن عائشة فإنه لا ينزل علي الوحي إلا وأنا في حجرها يبقى احنا لازم نراعي ده يبقى ساعتها لازم نذكره انه هو تجاوز بنت ناس بنت أسول ما منفعش الشك فيها وبعض الأحيين ساعات بنقوله انت ما تعرفش الشعور اللي انت بتقدمه لها ده ممكن يوصلها ايه الخطر اللي ممكن يحصلها وانت ممكن تقولها حاجات هي ما خطرتش على بالها لأنها بنت ناس زي ما يكون كده التعبير اللي أنا بحبوهوش انت فتحت عينيها ما فيش حد مجمض عينين انت فتحت عينيها على حاجات يعني انت خليتها تحس بحاجات وتشوف حاجات هي ما جانتش خطرتش على بالها بشكك ده وبتعاملك اللي غير الرشيد معها وفي بعض الأحيين لما الإنسان يكون محل شك دائم وضغط دائم بيوصل لمرحلة احنا بنسميها يبتبقى كتير عند الرجال صحيح اسمها مرحلة الاستبياع طب انت مش شاكك فيها دول الوقت طب خلاص ولذلك لانا أكون عاولا للشيطان على أخينا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا الواحد ما يكونش عاولا للشيطان على أخيه فما يكونش عاولا للشيطان على زوجته لابد ان الزوج ما يفتحش على زوجته باب فتنة في حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا وهو بيوععيها ان من أعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول هل ده نوع من انواع تضيع تضيع من تعول طبعا ومن تضيع الرجل من يعول انه يفضل يضغط يضغط عليه لغاية ما يقع في الشر ولا عزو بالله وممكن الضغط ده على فكرة في بعض الأحيان مش بشكل مباشر لكن بشكل تخلي عنها أو إهمال ويكون هو بيختبرها هي فعلا تثبت في حبه وتثبت في التمسك بيه ولا لا ليه طيب كده؟ ليه بنعمل الطريقة دي؟ بالعكس طريقة القرب والاحتواء هو ده اللي بيزيب الفوارق بيزيب كل الفوارق على فكرة القرب والاحتواء هو أفضل وسيلة ممكن تزيب الفوارق ما بين الناس سواء بفوارق اجتماعية أو فوارق زمنية أو عمرية كل ده بيزيب بالتقارب والاحتواء عندنا بقى أزمة في الحالة دي لما بيقدم بيتقدم السن أكتر وأكتر بيحتاج أن الزوج اللي يرجع للبيت عشان يسترد دوره لما يتحلع المعاش بقى لما ييجي في البيت عايز يسترد دوره وعلى فكرة وممكن يكون ناس كتير وقعدين بيسمعوني دلوقتي بيت أزمة كبيرة جدا جدا الناس لما بتيجي تقعد في البيت وتحاول تسترد دورها بعد ما كان دورها بتقوم بيستر بتقوم بدور الرجل بتقوم بدور الأم والأب مع بعض فما يلاقيش مكان لي فيتصور أن هي أفسادت علاقته بالأولاده وأن هي ضيعت حياته لكنها ما حصلش هي طول النهار والليل بتحاول تكون قريبة من أولادها عشان محدش فيهم يضيع فهي كل اللي عملته أن هي قامت بالدورين يبقى أولا هيحصل أنت تسترد دورك شيئا فشيئا ولكن بحكمة وبهدوء عشان البيوت أصلا ما بتعرفش الفراغ فلازم فيه يبقى فيه حد مسؤول يشوف الفراغ ده ورسول الله سلم أمرها أن هي تكون والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعياتها يبقى وإضافة دور لحد من الزوجين بيخسم من صورة زوجه في عينه وفي عين أولاده مش بالضرورة يحصل ده ده ممكن يكون أصلا أن هي احتفظت له بصورته عند أولاده لما هي أمل بده فالمفروض أن هي تكافأ مش المفروض أن هي تصارع على الدور ويبقى فيه اتفاق بينهم عشان يرجع لدوره بشكل تلقائه وبشكل عادي يبقى لازم هنا نتكلم عن المرحلة الوسيطة اللي فيها الأدوار بترجع تتوزع مرة تانية بشكل محترم وبشكل دقيق عشان كل طرف ما يحسش أن الطرف التاني أهدره ولا ضيع مجهوده الزوج لازم يقوم بالتقدير والليم تنلل الزوجة بأنها قامت بالدورين وهي واحدة واحدة تخليه يشارك ويستعيد أدواره مرة تانية في البيت فمحتاجين للأزواج شيء مهم جدا لما الزوجة تقول أنا عاوزة أتجوز واحد يتقل لا فيها فهي بتقول عايزة حد تكون عشرته معايا عشرة حسن وعشان كده الحب ما ميكونش بالكلام بس ده لازم يكون بالمواقف والجدعانة والتعبير الصادق بالتعبير الصادق عن الحب بالمواقف والجدعانة وعشان كده الزوج في ساعتها لازم يبقى حس بأن زوجته هي مش هتقدر تستحمل أنه ما يعبر لهاش عن حبه بأنه يمتنلها لما يكونوا عايشين وحصل خلل في الأدوار وإحنا عايشين مع بعض والتعبير عن الحب بالمواقف شيء من أهم الأشياء عند الستات حتى لو كان على فكرة التعبير عن الحب ده بالمواقف والجدعانة بأنه أنت تقف وتهش الفر اللي جاي يهجي معليها حتى ده شكل من أشكال الجدعانة ودائما الراجب يقول أنا باشتغل عشان أجيب فلوس وأحافظ على بيتي فلما البيتي تهدد لازم يبقى فيه هناك أولوية لأننا أجمع لهم المال لأ لأ أنت كمان محتاج أن أنت تكون البطل بتاع البيت ده ومع فريق السن لازم تكون البطل على ما يملأ قلب هذه المرأة يبقى إحنا عارفنا لكن إحنا عنقول برضو بعض الإجراءات ممكن تساعد جدا جدا لحل هذه الحالة اللي إحنا عندنا دي لازم التوقف عن انتقاد الزوج لما بيكون الزوج أكبر سنة في الغالب يمارس الانتقاد من غير ما يدرى طب وانتقاده للزوجة إيه اللي حاصل ده نوع من أنواع الضغط بل نوع من أنواع الجلد أنها تحس أنها بتحاول تبزي كل مجهودها وهو للأسف يحاول ينتقدها طول الوقت ولزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول سيدنا أنس أن عن حياة حضرة النبي خدمت رسول الله عشر سنين فلم يقل لي شيء فعلت وليما فعلت ولا لي شيء تركت وليما تركت أقول لكم الأبدع من كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فيه بعد يمكن على قرب سرات قبل سرات الدور بشوي يدخل حضرة النبي على أن ده يكون من طعام لا ما عندناش طعام إذن إني صائم لم حد انتقد حد ما حصلش طب هل إحنا بنقول إن هو الزوج ما يواجهش لا الزوج يرحم والزوج كمان الزوجة بتبقى عارفة لما هو أسائل عن الطعام وما وجدش طعام هو ممكن يكون تغاض فالزوجة بتفهم لكن الانتقاد الدائم 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 ده حضرت النبي في شيء ينتقد فيه ما انتقدش صلى الله عليه وسلم يبقى لازم الزوج في الحالة دي يتوقف عن الانتقاد الزوجة الحاجة التانية المهمة كمان التوقف عن الشكوى لازم يحصل توقف عن الشكوى واللوم للزوج توقف الزوجة عن الشكوى واللوم من الزوج لأن في بعض الأحيين هي عايزة تقول له فهمني لأن فيه فجوة فيه فجوة في الفهم فيتحول محاولة الفهم دي إلى إيه؟ إلى نوع من أنواع الشكوى واللوم لا بلاش ده طب نعمل إيه بدل ده؟ نتكلم نفكر شرك حياتنا دايما أننا نحتاجين نحوار هل إحنا ممكن ومع فرق سن ده نتحاور؟ طبعا ده أفضل دواء عندنا لازم نفكر مع بعض ويبقى شرك الحياة بيفكروا مع بعض وبيعودوا مدة أطول مع بعض عشان يقدروا يطبعوا على بعض ويفهموا مع بعض ويفكر شرك الحياة في ثلاث حاجات بشكل واضح في أحسن ثلاث حاجات في شرك حياته ويطلع الحاجات دي ويحاول يستثمرها وكمان إحنا بلما محتاجين أن الحوار ده يكون بشكل مستمر عن المستقبل والسعادة محدش أبدا يتوقف عن ده هل ممكن لو تكلمنا مع بعض عن المستقبل والسعادة؟ آه هيتجدد الدم في الزوج الأكبر وكمان الزوج الأصغر هتحاول أن هي لها دور في حياتهم مع بعض ساعتها عن أجد التقارب بيحصل بينهم لازم كمان نعمل أعمال مشتركة مع بعض ولازم الزوجة بشكل واضح وده شيء مهم جدا لازم الزوجة تحضر الزوج في البيت يعني إيه تحضر الزوج في البيت؟ هو مش عفريت عشان تحضره لكن تحضر الزوج في البيت يعني إيه؟ كل الأشياء اللي موجودة في البيت تاخد رأيه فيها وتخليه على ذكر بيها وتعرفه إيه اللي حصل وتعرفه إيه اللي احنا محتاجينه وتعرفه مين جينا ومتعرفه ويفضل هو موجود معاه من غير ما تحسسه أنه بتضغط عليه لكن بتحسسه أنه حضر معانا يا سلام لما الأولاد يجوا يستأذنوا منها في حاجة تقول لهم لازم نستأذن من بابا وتروح هي معهم وتكون وقفة وهم بيستأذنوا منه حياة دي كلها بيكون لها أثر كبير جدا 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 وخاصة لو كان الزوج أكبر سنة كمان ادخال الأولاد في حل الأزمات لو كان ممكن وسنهم مناسب وخاصة بعد سن الخمستاشر وستاشر والتمنطاء يعني وإحنا طلعين من بعد سن في أواخر سن مراهقة بيبقوا أموا جاهزين أنهم يدلوا برأيهم بشكل صحيح ما تخافوش الأولاد بيبقوا فاهمين كل حاجة وممكن ناخد رأيهم وممكن هم يمثلوا أدوات ضغط مناسبة جدا جدا يبقوا جماعة ضغط في البيت يمثلوا ضغط علينا عشان في كتير من الأحيين بيبقى عندنا أخطاء محتاجين أن احنا نستحي منها لما أولادنا يعرفوا أن ما ينسبش أن احنا نظهر بالمظهر ده قدام أولادنا أن احنا بنتمنى لهم مستقبل خالي من الخلافات وخالي من الصراع وساعتها هيكون أولادنا بيقوموا بدور مهم جدا جدا وعلى فكرة الأولاد لما يقوموا بالدور ده احنا محتاجين نمتنلهم محتاجين نقول لأولادنا احنا شكرين لكم أن انتوا نبهتونا أن في حاجات كتيرة كنا ممكن نعملها صح وانتوا أحد الأدوات المهمة اللي خليتنا نتغير ونعمل الحاجة الصحة في حياتنا أولادكم هيحسوا بأن انتوا مقدرينهم ويحسوا بدورهم في حياتكم يا رب جعلنا دايما نقدر نتجاوز الفجوات ونقدر نتجاوز الاستثناءات في حياتنا صحيح فريق السن ممكن يكون كبير بس اللي بيننا كبير واللي بيننا كمان محل نظر العليم القدير تعالوا نأخذ من مدد الله سبحانه وتعالى ونكونش فيه أي مشكلة ممكن تكون حاجز بيننا وبين السعادة لأن ربنا كريم وربنا ملأ البيوت بالمودة والرحمة والسكينة يا رب جعلنا دائما باب من أبواب الرحمة والمودة على أحبابنا في بيوتنا يا رب العالمين واجعل بيوتنا قبلا للسعادة آمين آمين يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نستقبل أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة وتفضل جسر مفتوح بين جسر من نور وبركة تخلينا دائما حضرين في مجالس العلم اللي هي مذكورة عند الله سبحانه وتعالى وتعالوا ناخد أول سؤال عندنا من أستاذة مونة من القاهرة أستاذة مونة السلام عليكم وعليكم السلام ونحط لبركاته آآ زكا كل سامن طيب يا حضر الشيء هو كل سامن وحدك طيب آآ لو سمحتك دكتور انت كنت بتكتلم دلوقتي عن الزوج آآ والأوليد طيب بس أنا زوجي مش كده طيب نعمل ايه آآ يعني آآ بي آآ العيال بيضرب العيال سلم يا رب آآ وفي فرق سن آآ السباح سنين طيب كويس احنا في المعقولة هو طيب ايه اللي حصل بقى بس ايه اكيد ده هو بيضرب العيال وبيعمل الحاجات دي مش عشان فرق السن عشان ايه بقى قوليلي آآ بيجي من بره مثلا ايه مش طيق هدومه طيب آآ ايه بنسيبه لما يغير هدوم آآ هو كده آآ بيجي مصروف ما بيسيب شي آآ آآ بيشتم العيال أصباح زوحشة طيب آآ لو عيل شتم بيشرب حاجة مش عارفه طيب طيب يعني يعني في الاخر خالص هو دي الشكوى الكبيرة انت بقى مش عارفه تعملي ايه آآ وما بيصليش ولا بيصوم طيب طيب انت بتسانين انت تعملي ايه هقول لحضرتك حاجة مونة هقول لك حضرتك تعملي ايه بص حاجة مونة عشان بس انيكون واضحين الراجل لما بيكون بهازي الوصف دوت بيبقى فيه السبب حاكتين اللي هو تعود عليه آآ في حياته آآ اللي قابل الجواز بيبقى عنده نموذج بيقول له ان الضرب مفوش حاجة فالضرب اضرب يا سيدي ولا فيه اي حاجة الحاجة التانية بيبقى عنده شوية افكار عن الجواز ان البيت دوت انا جاي عشان انام وارتاح فهو ما بيبقاش عنده ثقافة ان البيت ممكن يتعمل فيه حاجة اكتر من كده فاحنا محتاجين ايه اللي حاصل ان احنا نوصله ده طب نوصله ازاي ده بان يجي ولد يقول له كلام حلو بنتي تنكش وتقول له وحشتني الكلام ده فاحنا محتاجين ننوع شويتين ثلاثة في التعاون معاه مش لازم انا اللي اتعامل معاه اول ما ييجي بالاحتياجات وان احنا مستنينك وانت داخل زهقان ليه هو انت الحلو كله البرة والوحش كله الجوة مش هو ده الطريقة مع النمط بتاع زوج حضرتك لكن اسمه ايه ان احنا كلنا نتفق ان احنا نخلي بابانا معانا بشوية حاجات لطيفة جدا جدا ممكن نعملها وممكن احنا نقعد مع بعض ناكل كل مرة مع بعض مرة واحدة في اليوم مع بعض ونتكلم كلام عن ايه اللي احنا محتاجين نحققه في حياتنا الكلام ده مش بكلام الناس الناس اللي هم عندهم مستوى اجتماع معين كل الناس ممكن يتكلموا في هم بيحلموا بايه ولحظات الكلام عن الحلم لحظات بتجدد الدم بتجدد الامل بتجدد الحياة وانا اعظون احنا لو عملنا كده ممكن هو يكون بيعمل ده كله لانه هو حاسس انه هو مضغوط وما فيش حل لما احسس ان اولاده بيفكروا معاه وهو بيفكروا بيتعاملوا معاه على انه هم سندوا وظهروا وانت كمان بتعمل معاه كده انا اظن انه هو يكون القدوم الى البيت بالنسبة له احسن حاجة في الدنيا والناس محتاجة لبعضها دلوقتي فانا اظن لو عملت كده ده نوع من انواع الاحسان للزوج اللي في امس في امس الازواج في امس الحاجة اليه دلوقتي معانا الاستاذ صالح من البحيرة استاذ صالح استاذ صالح استاذ صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ صالح انا كنت عاوز التفصر انا حلفان حلفت على زوجاته وكده فايه كحصلت مشكلة وطلقتها طلقة طلقة لينة مش عارف بقى يعني انت روحت عن المأزون وطلقتها طلق بائنا لا ده في البيئ حصلت مشكلة وكده فايه طلقتها انت طالق فطلقتها طلقة اموال ايه بينا دي يعني 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 صار انا كنت ايه متأكد انا ايه مسلا ان ما فيش راجع وكده يعني ايه بقول لك في طلقة انت بتنرفز وانت بتنرفز وكده بس انا كنت متأكد ايه مسلا ايه نعم بطلها ان شاء الله بس ممكن اقول لك حاجة حاجة صالح يعني انا متمناش ان انت تطلق انت بتطلق انت شغلتك اللي انت تطلق لكن مش شغلتك ان انت تفتي نفسك احنا المسألة مش نقصة خالص حاجة صالح احنا دلوقتي عاملين مشكلة هم طلقين يعني كمان هنفتي نفسنا فنجمع ما بين مصيبتين انا بقول لك انا لالثنية انا طيب ادي اول مرة تطلق فيها اه دي اول مرة في اي حاجة عندي مأزون لا فيش اي قضايا مرفوعة للطلاق ولا اي حاجة لا لا نفسي كلام احنا عاديين مع بعضين عاديين مع بعضين ما انت لسه انا اسف لما ما عزيزنك حاجة استاذ صالح انت لسه رزع على طلاق اهو وانتو عاديين مع بعضكم وحضراتك رزع على طلاق قلت لها حضرتك ايه قلت لها انت طالق وبجاء يعني كده يعني مش كده قلت لها انت طالق وكان اصدك ايه وانت بتقول لها انت طالق طب بص اقول لك حاجة تعالنا بقى على ضرق افضل لان واضح ان انت ايه عايز تقديبها بالطلاق واحنا التقديب بالطلاق ده محتاج له شغل انا تاني في حريقة لأيما تتصع عنينا على مية وسبعة او تتصع عنينا اللي مش هينفع مش هينفع اعالج مسألة ان انا كنت بطلقها بطلقها في الغالب الناس اللي بتعمل كده بيكون هم محتاجين ان هم يعدلوا مفهوم الطلاق عندهم انا بقول ليه بقول كده يا سادة ليه بعمل كده استاذ صالح لسا معنا طيب ليه بقول كده يا سادة ارجوكم السادة اللي بتقفتي في الطلاق احنا بنتكلم على اسرة فالمسألة مش مسألة مش مسألة انت مش جزار انت بتكلم عن اسرة فلازم تكون فاهم ان لما حد بيجي اسألك في الطلاق في بعض الاحيين انت لازم تكون زكي وتعمل حاجة ما تخليش الامر ده يتكره مرة تانية انا لما لاقي حد بيقول لي انا كنت عايز تطلقها كذا 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 طب وانت لو كنت عايز تطلقها انت بتسألني ليه اما عشان تطلقها وانا اقول لك ان هي ترجع او ما ترجعش او انت بتقع عايز تثبت وتقرب انك انت كنت اه عايز تطلقها وبتأكد الطلاق ده طب وانت لازم ينتبه الواحد ان انت الطلاق لم يخلق لعشان التأديب الطلاق ما هتخلقش عشان التأديب يا سيدي الطلاق ربنا ما شرعوش عشان التأديب الطلاق ربنا شرعوه عشان استحالة العيش للناس تنفصل لكن احد المصائب اللي احنا عايشين هلن الطلاق بيستخدم للتأديب لا والله اولا الستات احنا مش متجاوزينهم عشان نقدبهم الستات متجاوزينهم عشان في الحقيقة نعيش معاهم هل انا مش قادر انه افتي دلوقتي في الطلاق ده لا انا عايزه يوصل لنا مباشرة ليه عشان فيه مفهوم لازم يتعدل في مسألة الطلاق عنده وهو بيعمل كده هو ممكن على فكرة يكون بيقول خلاف اللي هو كان عنده في الحالة دي ليه لانه عايز مصر ان هو يقدبها اه فيه رجالة الستات كتيرة بيستخدموا الطلاق ورجالة كتيرة بيستخدموا الطلاق عشان التأديب الطلاق مش مشروع عشان ده وعشان كده انا استاذ صالح لو سمحت اتصل بينا اتصل بينا على مية سبعة او اتصل بيه بعد الهواء معانا الاستاذة هند استاذة هند الو اي سلام عليك اتفضل يا استاذ هند اه هو انا متزارجة من حوالي تسعة سنين متجاوزة من تسعة سنين اه متجاوزة من تسعة سنين اه اربعة تسعة سبعة ام اه فيه فن تعملي يعني انا بكاريوز هو تعمله طيب فالنسئل انا هو انسان كويس جدا طيب جدا حماين جدا كل حدا فيه حلوة جدا ايه بس فين بقى بط داي كله اس فين بط بقى فين ولكن فين ولكن بقى ولكن ان خمس سنين اتحرج بدل اختي كان عندها قبعة فيه فرسلة ام وانت عرفت ازاي وانت عرفت ازاي البنت احكيت لنا وطبعا هو دون عليه التغير والتوقف للفرزيع ام وبعدين حتفت دي سنه كام سنه كام هو دلوقتي واحدة سنة سنة ام اه كلام ده عدد من خمس سنين يعني هو كان ساعتها عنده ستة وخمسين تمام ونجل بقى جانب يعني انا حصيت فيه بالبكاء والعياب بقى جانب ام بس انا مواجه سير ام وانا اختي يجبتها ام وعملنا ايه مع البنت عملنا ايه مع البنت عملنا مع البنت ومش نتكلمنهم عاجة لان البنت كمان بتحب جبا ام ام واختي عملت معي كل خير فدريبا تتخيري في الدنيا وقفوا الجانب ومبيا ومعنوية بانه كان قفلوا كلهم رفدين ام رفدينه طبعا لفرق التنة والفرق اللي يستور في كلها ام بس والحياة حلوة جدا الدنيا ام بان اختي كمان عندها مشاكل كبيرة جدا مع عزيزها ام هو كان بمجبالها الارض يعني هو كان بيعامل اختي على انها بنته ام يفعيدها مجديا واي زنقة تقصيها واي خدمة من هيا فطبعا هم بيشدها بزايا ام وبعدين يعيشنا حياكنا تماما هو يعيش جاندي انا كنت مريضة ام اقترت علي مدنك كبيرة جدا عشان احاول اخلي هو مثل عزيز قبلية عنده ثلاث اولاد ام وقف جاندي جامد وخلاني احاول اخلص طب السؤال فين يا استاذين السؤال انه بعد انه لسه دلوقتي تاني اتحرش ببنتي تانية سويا يا رب اوف اه البنت عندها اربعة حوالي خمستاشر سنة طيب انا طبعا دول ولادي وانا مليش من اختي ولدها خمستاشر سنة اللي هي اخت البنت اللي عندها سبعتاشر سنة لا بالضبط اه طيب احنا تأكدنا من كل الكلام ده احنا تأكدنا من الكلام ده كله اه البنات البنات يا مولانا بس وهم تربيتنا طيب السؤال السؤال بسؤالك بقى سؤالك فين يا سؤال السؤال ان انا اطلقت واطريت عالصلاق اه فين سؤالك بقى سؤال ان هو صعبان علي جدا لان هو صحيا ضعيف لا بقدرش يشتغل انا اللي كنت سبلين ولمحن بتاعو وشغالاني طيب خليني بس اقولك حاجة واستاذ اينت لو كان سؤالك بس ان انتي دلوقتي حسة بالظام بتجاهه عشان انتي وقفت الوقفة دي انا بقول لحاديك ال المعادلة مش كده المعادلة مش كده المعادلة ان احنا حندنا حد تحرش وثبت تحرشه فيه فجوة بقت بينك وبينه والفجوة دي هتزداد ومع تكرار الامر ده انت ممكن يكون موقفك بعد كده اسوأ واسوأ واسوأ لان واضح ان هو في الحقيقة فيه شيء نفسي غير مناسب هو اللي بيخليده وهذا لا علاقة له بمسألة التحرش ويبدو والله اعلم عدم قدرته وزي ما انت قلت ان هو تأثره ان هو ما بيقدرش يمتنع عنده احنا مش هنساعد متحرش على ان هو يبقى على تحرشه احنا مش هنساعد متحرش لا يبقى على تحرشه احنا عندنا اربع حاجات لازم يعملهم المتحرش عشان نقبل الحياة معها مرة تانية اول حاجة يداوي ما وقع منه من اخطاء حتى لو ادى ده الى انه يتعاقب ولابد ان هو يعتذر ولابد ان هو يقوم بجبر ما حصل في نفس ما انتحرش به ما اعملش كده يبقى هو ما اعملش حاجة ليه طيب؟ لان هذه الاثار تتمادى يعني هذه الاثار تتمادى يعني مثلا ان بنات دولة ممكن في لحظة من اللحظات لا يسقوا في حد مرة تانية في حاته فيبقى ايزان ده اول حاجة لازم نعملها تاني حاجة لازم يعملها ان هو يعلن تعوبته ويغير من بنامج حياته حتى لو قد ده ان هو لو هو عارف كويس ان ده سببه اي اضطراب نفسي لازم كمان مع تغيير بنامج حياته ان هو يروح يتعالج الحاجة اللي بعد كده كمان ان هو بشكل واضح يكون معبر وممارس لكراهيته للتحرش بغير الحاجات دي مش هنقدر نستقبل اي حد ما امش بدوره ما خلص الضحايا بتاعته من اثاره لان الاثار السلبية دي الاثار السلبية دي سيئة انت بتسأليني انا قلبي موجوع عليه مشاعرك نبيلة وهو في الحقيقة لازم قلبه هو اللي توجع على اللي تحرش بيه لأ انا بقول لحضرتك اطمئنني انت ما قصرتيش وانت ابدا مش 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 بينت اصول لا انت عملت اللي عليكي والمرة الاولية كان هو لازم يعالج ده يعمل الخطوات الاربع اللي احنا قلنا عليهم دول اما وانه ما عملش ده وعاد الامر ده فلازم تعرفي ان المسألة دي زي ما بيقوله كده ده داء مش هيسلاه فلذلك كان لابد ان انت تعملي اللي انت عملتي ده فاللي انت عملتي ده كان صحيح لان هو في الحقيقة طب وفين التوبة هو لغاية دلوقتي لازم نتأكد ان هو تاب لازم يرد المظالم الاهلها المتحرشات بهن بيبقى في بعض الاحيين التحرش دمار لحياتهم فاحنا لازم نعالج ده بشكل واضح ومحترم اذا كنا عايزين نخرج ونتوب الى الله يا سادة احنا النهاردة تكلمنا مع بعض عن فرق السن الكبير ولعل اخر سؤال في الحقيقة سؤال واضح فيه قد ايه وايه المشكلات اللي ممكن تترطب على فرق السن الكبير لان في الحقيقة ممكن الشخص يكون فيه مشكلات كبيرة عند الشخص ده فاحنا لابد ان احنا نهتني بكل الاشياء اللي احنا قلناها فيما يتعلق بفرق السن من الاقتراب من بعض ومن كمان محاولة ان كل واحد فينا يبقى قيمة اضافية في حياة الاخر سواء الصغير يبقى باب من ابواب البهجة وباب من ابواب الامل وكذلك الكبير باب من ابواب الحكمة ولازم نجلس مع بعض فترات طويلة عشان نقرب من بعض ونفهم بعض يا سادة احنا دايما في حالة اتزان لان ترك الاتزان سواء في معايير الاختيار او ترك الاتزان في ادارة مشكلاتنا الزوجية ممكن تقدي بمشاكل كبيرة جدا جدا احنا في غنى عنها خلونا دايما نكون عنا على الاتزان ونسعى دايما بالتمسك بمدد ربنا وان احنا عندنا باب كبير من النعمة وهي المودة والرحمة اللي هي مدد ربنا لبيوتنا يا رب احفظ بيوتنا من كل مكروه سوء واجعل بيوتنا دايما في امانك وفي رحمتك وفي ردوانك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين اجعلنا في محل نظرك وامنك يا رب العالمين